اشتركوا في القناة ويضر اموالا طائلة للصيادين المحليين هذا يوم جيد سابيع هذا بثمانين زلوتي وكل واحدة من تلك بخمسين احيانا نجني اموالا اكثر اذا وجدنا العنبر باحجام كبيرة فقد نربح الكثير في يوم واحد ما يجنيه الصيادون يكاد يكون نقطة في هذا السوق ومع ان قدانسك تعتبر عاصمة العنبر مصدر هذه الكطع ليس بالضرورة بولندا في هذا المحترف للصاغة يتم العمل على مئات الكيلو جرامات من العنبر مصدرها كالينجراد في روسيا حيث كلفة التنقيب اقل ولحسن حظ الفنانين البولنديين طبق مهارة التصنيع بولندية في دول الاتحاد السوفيتي السابق اختفت صناعة العنبر يدويا ابان الحكم الشيوعي ولكن استمر العمل بها في بولندا في جدانسك توجد مملكة العنبر وهذا ملكها لوسيون ميرتا الذي يبلغ من العمر ستة وستين عاما فهو كرس حياته لذهب البلطيق وفي المحصلة حول اكثر من سلاسمائة طن من العنبر الخام الى كنوس ثمينة وهو يعتبر ان اهم انجاز له هو هذه الخزنة التي صنعها تحية الى السيد المسيح والمصنوعة من ثمانية اطنان من العنبر والتي استمر العمل على انجازها 12 عاما لا توجد احجار اخرى تختزل هذا الكم من تموجات الالوان العنبر هو البطل فهو يوحي لي كيف يمكن ان اتصرف به في اعمالي اعمال لوسيا ميرتا معترف بها في كل انحاء العالم وعادة تعرض مجموعاته في اطار معارض في روسيا والصين حيث يسدد جامعو العنبر مبالغ طائلة لاقتناء احدى ابداعاته